اشتركوا في القناة حول الخطة الاستراتيجية الوطنية للمكافحة الاستيداء في الفترة 2018 و2022 جوبيدان يحقق نتائج كبيرة ويتحدى ساندروس في الانتخابات التمهيدية للحزب الطيمقراطي تلكم كانت مقدمة النشرة وليكم تفاصيلها من تلفزون جوتي أهلا بكم انطلقت أعمال الدولة العادية المائة وثلاثة وخمسين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي تعقد في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة القضية الفلسطينية ومستجداتها فضلا عن الأوضاع في ليبيا وصوريا والجامن والعراق وشارك أشكال هذه الدورة وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولية سيد محمود علي يوسف ووفد جوتيون الرافع من بينهم صفير جمهورية جوتي في جمهورية مصر العربية والمنذوب الدائم لدى جامعة الدول العربية سيد محمد دور حسي ومدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية سيد محمد علي شارك معالي وزير طاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونيس علي جيدي على رأس وفد جوتي نهام في المؤتمر الدولي للتعادي المنعقد في تورونتو بكندا وتعكس مشاركة جوتي في أكبر محفل عالمي لصناعة التعادي هذا العالم باهتمامها العمل على كل المحاور للنهوض بقطاع التعادي ومن ضمنها التواصل الخارجي مع المستثمرين والشركات العالمية والنروجية للفرص المتاحة في جوتي ويشارك فيه مئات شركات أكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم نظمت وزارة الصحة في فندق إشارة صباح اليوم ورشة عمل تشاورية حول الخطة النصفية لهذا العام المندرجة في الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة المعروفة باختصار أيديس هذا وتلأس أشقال هذه الوشة الأمير العام لوزارة الصحة دكتور صالح بنيتة راب وتأتي هذه المناصبة عقب يومين حافلين بأنشدة وجهود مشتركة بين وزارة الصحة والجهة المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة واجرت هذه المناصبة بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية دكتور أحمد زويتين وممثل برامج الأمم المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والعديد من شركاء فنيين والوكالات الأممية العاملة في البلاد ويذكر أن جمهورية جيوتي أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الماضية في مجال مكافحة هذا المرض وقد بذلت جهودا جبارة وحققت إنجازات ملحوظة لمكافحة هذا الفيروس وهذا الوباع الذي يشكل تهديدا في العالم أجمع هذا ووضعت الوزارة خطة استراتيجية وطنية لتحقيق الأهداف المحددة في إعلان الأمم المتحية السياسي لعام 2016 بشأن مكافحة هذا المرض وفي كلمة له في هذه المناسبة أوضح الأمين العام لوزارة الصحة دكتور صالح بنيت تراب أوضح بأن الوزارة تسعى جاهدة لمكافحة هذا المرض وهذا الفيروس الذي يؤدي إلى نقص المناعة المكتصبة وقال تندرج هذه الورشة التشاورية في إطار الخطة النصفية الطابعة للخطوات الاستراتيجية لوزارة الصحة لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتصبة وقال أيضا أن بلادنا أحرز تقدما كبيرا في السنوات الماضية في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة وقد بذلت جهودا جبارة وحققت إنجازات ملحوظة لمكافحة هذا الوباء الذي شكل ويشكل تهديدا في العالم أجمع وقدمها الشكر والامتنان لكافة المشاركين في هذه المناسبة التي نظمتها وزارة الصحة ونبقى في فندق شارتون حيث احتضنا فندق شارتون يوم أمس الاثنين دولة تدريبية لصالح أخصائيين الاجتماعيين حول فنيات الاستقبال لدول إعاقة وجرى حفل افتتاح هذه المناسبة بحضور مدير عامل وكالة الوطنية لدول احتياجات الخاصة سيد عالي سعيد محمود ورئيس الشبكة الوطنية للأشخاص المعاقين والمساشر القانوني لمنظمة العمل العربي وقام بتشاهد دورة تدريبية حول فنيات الاستقبال لدول إعاقة خبراء قدم من الدول العربية ومن بينهم خبراء من جامعة توريس وتستمر هذه الدورة التدريبية التي من شأنها أن تعزز قدراته وكفاءة الأخصائيين الاجتماعيين نحو ثلاثة أيام أو الذين أرسلوا من أجل الاستفادة من هذه الدورة ونتمنى للمدربين التوفيق في هذا العمل الجليل طبعا شخص ذوي الإعاقة هو كباقي الأشخاص في المجتمع له كل الحقوق وعليه جميع الواجبات يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية وتمنياته لأعمال الدورة بكل التوفيق والنجاح استجابة لطلب الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تنفذ منظمة العمل العربية هاتين الدورتين التدريبيتين حول تعزيز مهارات المعلمين في مجال تقنيات التواصل مع ذوي الإعاقة وتعزيز مهارات المساعدين الاجتماعيين في مجال تقنيات استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة الطلب وفي كلمة لمدير عامل وكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة سيد علي سيد محمود في هذه المناسبة عرباء في مسألها شكر والامتنان لوفد منظمة العمل بجامعة الدول العربية نطابع المزيد مع زميل فيسر أحمد الأزهري بداية أود أن أتوجه بالجزيل الشكر لوكيل منظمة العمل بجامعة الدول العربية والوفد المرافق له وجاء هذا نتيجة من مشاركتنا في مؤتمر العربي لذوي الإعاقة الذي عقد في القاهرة نهاية العام المنسرم وكذلك الشكر موصول لمنظمات الأمم المتحدة وجميع الوزراء الذين قدموا لنا دعمهم الدائم ومنها وزارة التربية وكذلك وكيل هيئة ذوي الإعاقة أخي إدريس وجميع الوزراء الذين رحبوا ذوي الاحتجايات الخاصة ونحن وجهنا الدعوة لكل الجهة المعنية الذين نطلب منهم أن يقدموا الدعم اللازم لهذه الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وهم جميعا حضروا معنا اليوم وهذه الورشة العملية ستستمر ثلاثة أيام من الثالث حتى الخامس من الشهر الجاري ويتكون هذا العمل من شقين واستفيدوا من هذه الورشة نحو خمسين شخص وهدفنا من كل ذلك هو التسهيل لذوي الاحتياجات الخاصة جميع المطالب وأن يتمكنوا من حياة سعيدة في بلدنا وفي أمتنا ولكي يحصلوا على الخدمات التامة المستحقة لهم برعاية وزارة الصحة أطلق دادرة المستشفى علي صباح الإقليمي المرحلة الأولى لحملة تطعيم الأطفال للحماية من أمراض الحصبة واجرت مراسم إطلاق الحملة بحضور شخصيات رفعة المستوى من بينهم نائب الوالي ونائب رئيس المجلس الإقليمي ووفقا لوزارة الصحة إن هذه العملية تستمر لمدة ثمانية أيام كما قام المستشفى بتعبئة مجمل منتصب المستشفى من الأطباء والممردين والفنيين بغية إنجاح هذه الحملة هذا وفي بيان لوزارة الصحة دعت الوزارة كافة الآباء إلى استحاب أطفالهم إلى المراكس الصحية القريبة منهم لتطعيم أطفالهم ضد هذا المرض وفقا لخريضة طريق للاتحاد الوطني للاعبة داكيتوريو وعقب الأنشدة المتنوعة التي وقيمت في المناطق الشمالية في البلاد تتواصل فعاليات هذه المنافسات لألعاب داكيتوريو في منطقة الدخل تحديدا في ساحة السابع إلى شيرين من شهر يونيو وجمعت هذه المسابقة العديدة من الفرق المنحددة من المناطق الجنوبية التي تمارس هذه العباء وهي علي صبيع والدخل والناحية عسعلة وشارك في هذه المنافسات أكثر من 200 شعب من المناطق الجنوبية من مختلف الفئات العمرية هذا وتهدف هذه العبات إلى اختيار الطلاب والهوات المتبيزين والذين سيشاركون في المسابقات الكبرى في جوتي وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنافسات شهدت مشاركة السلطات المحلية وعلى رأسهم محافظ منطقة الدخل سيد أدنار موسى وممثل الشباب الأعضاء في اللجنة العامة لحزب التجمع الشعبية لتقدم سيد مهدي حسين وأيضا رئيس مركز التنمية وممثلي مكتب المراكز المجتمعية وفي ختام هذه المناسبات تم تقديم الجوائس للفائزين في هذه المنافسات منافسات العلعاب داكيتوريو من قبل مسؤولي هذه المنطقة نظمت الجمعية توضحة في منطقة رندا حفل اختتام فعاليات مشروع تعزيز البنية التحتية وحفل الآبر أبر طاقة الشمسية وبلغت قيمة التنويل هذا المشروع بأكثر من ثلاثة وثمانين ألف دولار أمريكي من قبل السفارة اليابانية وكان في استقبال لفدي لدى وصوله إلى قرية رندا مسؤول هذه القرية إضافة إلى أعيان وعقل هذه النهية هذا وشيء ذات الحدث مشاركة صفير اليابان في جيوتي ونائب والي منطقة التجورة سيد حبيب جيلاني ومثل المجلس الإقليمي ورئيس قرية رندا فضلا عن شخصيات رفعة المستوى من السفارة اليابانية هذا وقدم مسؤول قرية رندا شكرا والإمتنان لسفارة اليابانية لدعمها هذا المشروع الذي يعزز بنية التحتية لمنطقة رندا التابعة لمنطقة تجور هذا وقام صفير الياباني بتجين الآبار التي سيدت في هذه الناحية من الصاحة الوطنية إلى الصاحة الدولية زارت وزيرة خارجية نرويج مركزا صحيا ومدرسة لهالة الأمم المتعدة لغاثة وتشغيل اللاجئي فلسطين في الشرق الأدنى في العاصمة الأردنية عمان فلنطبئة وزيرة الخارجية نرويج عن تبرع حكومة نرويج بمبلغ 13.3 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية الأونروا الأساسية وزارة زور مركز الرعاية السابقة للولادة في مخيم العمان الجديد في منطقة جنوب عمان واستمعت للشرح حول برنامج الصحة والخدمات المقدمة للاجئي فلسطين وبنخص الخدمات التي تصعى إلى تحسين ساحة الأم وتخفيف المخادر الصحية على النصايا الحوامل والأطفال لحديث الولادة والتعسيس الساحة الإنجابية كما التقدت طلابا وموظفين في المدرسة إناث مخيم العمان الجديد إعدادية للطابع الأونروا حيث تواصلت مع مجموعة من الطلبة الذين يمثلون البرلمان المدرسي في منطقة جنوب العمان وشاركتهم النقاش حول أحلامهم والدمحاتم المستقبلية وأخيرا إلى الانتخابات التمهيدية الأمريكية حيث قالت وصائل علام أمريكية اليوم العربعة إن جو بيدن نائب رئيس الأمريكي السابق فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطين بولاية فرجينيا بينما فاز بيرني ساندروس في ولاية فيرموند فلنطبع التحديد الأمريكي أميس ما يعرف بيوم الثلاثاء الكبير حيث تجري انتخابات أولية لمرشح الرئاسي الديمقراطي في 14 ولاية يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقرر يجراها في نوفمبر 2020 وكانت تحيفة النيوز تيميس الأمريكية علقت على الفوس الحازم الذي حققه جون بيدن نائب رئيس الأمريكي السابق في سباق التمهيدين لحزب الديمقراطي بولاية ثاوس كارولينا قائلة إنه أحيى بذلك حملته وأصص نفسه كمنافس رئيسي لإبداي مصيرة بيرني ساندروس مع تحول السباق الديمقراطي المطارب إلى ثلاثاء الكبيرة المقرر له هذا الأسبوع ويشمل عدد كبير من الولايات المهمة وبفضل الدعم الذي حصل عليه بيدن من الأمريكيين من وصول الإفريقية تقلب بسهولة على محاولات ساندروس المتأخرة لإحداث إنقلاب والفوت في الولايات التي طالما كانت تعتبر حائد سد له سيدفع بيدن نخوى الثلاثاء الكبير بعد 48 صاع باعتباره البديل الواضح لساندروس أمام الديمقراطيين المنحزين للمؤسسة نهاية نشرة المسائية قدمناها لكم من تلفزيون جوتي نشكركم على حصر الإسقاء والمتابعة ونترككم على آمل اللقاء بكم في نشراتنا القادمة وبركاتو